فهذا الفيديو سأتكلم عن إيش هو اختبار الستيب وليش تحتاجه والتكملة حقيقة هذا الفيديو اللي في النص ستكون مهمة وفيه اشياء أول مرة ستسمعها حتى لو كنت عارف جوه اختبار الستيب الشيء اللي أنا نجز في ثلاث شهور وثلاث سنوات يمديك تنجزه في أقل من كذب كثير السلام عليكم بركاته و أهلا و سهلا بكم قائز معكم عبد الرحمن حجازي وهذا الفيديو عبارة عن اختبار الستيب اش هو بشكل مرة سريع و أهم من كده ليش يحتاج هذا الاختبار و أهم من كده التكملة الحتياجة في النص اللي هو سميها النظرة العميقة لهذا الاختبار أو نظرتي العميقة لهذا الاختبار أنه فيه حاجة مختلفة في هذا الاختبار فيه حاجة مميز جدا و مهم جدا أن تكون عارفة و تدخل الاختبار بهذا المينزت فعبارة عن الكنامة كله كان عبارة عن تسجيل من ورش ماسي كلاس قدمته قبل فترة لكن تكون بي إنسان أنك تهجب عليه أشوفكم على خير اختبار الستب بشكل سريع جدا اختبار هدفه و تركيزه بشكل جدا كبير أنه يزاعدك و يكون معاك خطوة بخطوة تمام؟ اختبار هدفه إذا كنت تشوف هذه الصورة هذه التعبر تمام؟ فأنا ممكن أقدر أقول إذا ممكن نصيغها بطريقة تانية فيمديني أقول السريع أنه اختبار الستب عبارة عن اختبار يقيس مستوات من مبتدئ إلى متقدم حلو؟ طيب الفكرة هنا أنك تفهم درجات اختبار الستب اختبار الستب اختبار الستب اختبار متعودين على درجاته من صفر إلى مية مية معناها أنت أفضل شخص ممكن تكون بالنسبة لاختبار الستب مية معناها أنت مستواتك مرة صفر يعني أنت حرفين أسميه تحت المبتدئ اللي هو التأسيس فأنت في مرحلة التأسيس عندك لفل معين تحرفين تقريباً صفر فأربعين إلى ستين مع مستواتك بدأ من ستين إلى ثمانين يأتي مستواتك يبدأ يصير متوسط تقدر تتعامل هنا أكثر الجامعات والوظائف تطلب هذه الدرجات 45-70-50-80-85-80 يعمل بالنسبة لك اللي هي الدرجات المتقدمة اللي معناه أنت في الإنجلش كويس ومشي أمورك دقيقة عبد الرحمن ما قرأت تقول لي؟ إنه إذا نجيب ثمانين وتسعين في اختبار الستب يعني أنه مشي أموري هذا هدف اختبار الستب اختبار الستب ليس دولاً يقول أنت متقن للإنجلش وأنت صفر في الإنجلش هو هو هدف و اختبار محدود هدف أن يقول أنت تقدر يمشي أمورك كل ما تقدر. إذا تقدر تمشي أمورك هيقول لك أن تجرب 80 90 85 85 شيئا كده. طيب بمعنى آخر طيب قائز ركز معايا. إنك تجيب درجة قوية في اختبار الستيب حاجة أسهل بمراحل من اختبارات عالمية زي اختبار الايلتس. أنا يعني أصيبني أنا وحلو. جيب أحد بريطاني من في لندن كده جيبه من الشارع ودخلوا اختبار الايلتس. كم هيجيب؟ سبعة من تسعة. فأنا ليش بقارن لكم؟ بقارن لكم إنه بوريك إنه الموضوع ما هو بنفس الصعوبة اللي أنت ممكن تتخيلها. عندما هو اختبار يبغاك تكون perfect في الانجليش أو عشان توصل 85 75 لازم تكون 75 بالمئة في الانجليش كله. لا. 75 بالمئة درجة بسيطة. ما هو الشي التعقيد الشي اللي قاعدين يخاف منه ومدري ايش وحاخد ستة اشهر لازم اروح مع احد وقصة وفيلم. لا الموضوع ما هو كده كده معقد فلا تخلي مخك يعقد الموضوع ويخوفك من الاختبار. فهذه اول حاجة. طيب نجد الحين البوينت اللي بعدها. طيب هذه الاختبار أكسامه مختلفة شوية وأكسامه أربع أكسام. حلو. استماع بعد القراءة. حلو. فالاستماع مقاطع صوتية ستكون عندك أسئلة بتجاوب عليها. بعدها عندك القراءة ستكون عندك قطع بتجاوب عليها. بعدها عندك قسم grammar أسئلة كثيرة. grammar حرفين يستكتبلك على قاعدة F قواعد معينة وتجاوب عليها. بعدها القسم الأخير بدرحمن إيش هو؟ القسم الأخير هو باختصار القسم المتنوح. هذا القسم نسموه القسم التجريب right now. اللي هو الاختبار يجب لك يعني unpredictable. بعض هم قراءة بعض هم يجب القراءة. just really 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 depends. طيب اللي بعده. بدرحمن طب حلو جدا. فإيش هدف الاختبار الستيب على سريع. كتير منك ممكن يكون عنده فكرة. اختبار الستيب أول حاجة تقديم عن دراسات علية. It's one of the main things. في E و اختبار IELTS. لكن اختبار الستيب بدأ الجامعات المحلية تقبلوا بشكل جميل جدا من البداية. وصارت تقبلوا أكثر و أكثر فترة حالية. وفرص كثيرة. البوينت التعني انه وظائف كثيرة بدأت تقبلوا. أنت عن شيء جيد. اختبار مو بس. انا دحين كازي اذا اخذت كده وقفة سريع وقول. دقيقة. هاد اختبار. ما هو اختبار تقديم على جامعة. هاد اختبار اللي اخدته. حساعدك لتقديم على الوظائف. حساعدك على الاشياء اللي انت بترفيه. في وظائف حرفين يقول ابغال نبغى 75% عشو ندخلك. حلو. التخصصات انجلش هادى كمان حاجة بتكلم عليها. ما هو بس اختبار تدخل في جامعهم. مجرد اختبار نوستر مو اختبار انجلش كده. الاختبار اللي اثار كبير وعميقة جدا. من قبولك على الماجستير في جامعات المملكة المعتمد عليه. فهو اختبار كبير ولو اهمية حلوة ورهيبة. اللي بعده الكليات العسكرية برامج بعض الكليات العسكرية. وبرامجة انجليزية دائما تطلب الانجلش. وكتير من الاحيان زي جامعة ابريكية تعفي من متطلم وقرر اللغة الانجليزية. وتختصر عليك قصة وفيلم طويل من خلال هذا الاختبار. اختبار اللي انا اسميه اختبار حيغير سنوات من حياتك. ما هو اختبار كذا تختبر وخلاص. just something big شوية. وهنا هتكلم هتضيف نقطة سريعة كمان. اذا انت تعتقد ان اختبار الاستيب اختبار تروح تختبر وفي يومين. وسبحان الله ممكن تجيب الدرجة. لا. هنا هتبدأ الازمة. هنا تسمع الناس يقول الايلتس الستيب صعب وقصة صعبة واختبار حظ ومادري ايش. ليه؟ لانه هم بيعتقد ان هذا الاختبار مدخل عليه وان شاء الله ممكن تجيب. اخوه اجاب السبعة التسعين. وانا جبت خمسين. اختبار لا. هو لانه مستواك اصلا كويس. هذا الاختبار اللغة الانجليزية. يقول له طريقة مذاكرة. وكمان اختبار له طريقة مذاكرة له اهمية كبيرة. واختبار معياري حرفيا بيختبر فيه المئات الالاف منها سنويا. فتحتاج انك تعطي له وقته. تحتاج انك تعطي له وقته. تحتاج انك تعطي له اهميته. باختصار شديد. هذا كان بالنسبة لي هذا الفيديو. اتمنى استفدت. اتمنى النقطة الأخيرة. ان هذا ما هو اختبار مستر. هذا اختبار حرفين يفتح عليك ابواب. وبرزق سنلاب حرف طريقة. وسنطلت. صح انه ماخر بالضبط أي اختبار اللي اختبار حرفين يفتح لك. لكن باختبار اتقل من الاختبار الثنوي واللgency بالجامعة. ويستهد نفس ال Ting F perch يستطيع قام بطال تلك وقت. وفي aprendiz of step eastern. واستخدام eligible limitsançablı ilis and limitations اكبرا شوية. وفاقبينات يابقول نفس الوظائف. وقدمها للسبب والآيلس لأ هادي حاجة كده عشان كده حاب اركز عليها مرة تانية لأ الآيلس له مثل استخدام مختلف وبراد اكتر شوية هاده الاستخدام شوية نارو وشوية اصغر مهم وكبير والناس تدخل الاختبار زيك انه كده ماشان الله ذاكر في يومين ندخل الاختبار ونجيب 96 لا that's not that easy اختبار لغة هادي لغة هادي هادي ما هو عبارة عن منهج كده صغير تخلص وتدخل الاختبار فا اتمنى استفدت بيتحمس الاسمعان رأيك تعليقاتك الشيء اللي تستفدت منه وتعلمت من هذا الفيديو سبحانك الله بحمدك لشيلا انت سوفر كتوب ليك شوفكم انا خير ترجمة نانسي قنقر